اهلا وسهلا بحضراتكم من جديد ومتابعة لتطورات الاوضاع في قضاع غزة احنا دخلين في اليوم واحد وستين واليوم اتنين وستين تفريبا العمليات بدأت من يوم سبع اكتوبر عشرين تلاتة وعشرين وبعدها بدأ الاجتياح البري بعدها بحوالي خمستاشر يوم عشرين يوم من قوات الاحتلال الاسرائيلي لمدن غزة سواء في شمال غزة كانت في المرحلة الاولى ومدينة غزة ومنطقة دير البلح بعض الدربات النوعية كمان كانت بتتم في مدينة خاني يونس ومدينة رفح فيها الجنوب مدينة رفح الفلسطينية عشان دايما نميز ما بين رفح الفلسطينية وما بين رفح المصرية مصر لديها تلات بودر رئيسية على خطوط التماس في شمال سيناء رفح والعريش والشيخ زويد لدى فلسطين ايضا مدينة رفح الفلسطينية قوات الاحتلال الاسرائيلي بعد انكسار الهدنة الهدنة استمرت لمدة سبع تيام بدأت قوات الاحتلال الاسرائيلي بعد كسر الهدنة بدأت توجه ضرباتها اكتر لمنطقة خاني يونس ومنطقة رفح ومدينة رفح وهم بعض الاشارات او الصياغات الاسرائيلية او بعض المقاربات الاسرائيلية بتحدث حوالين ان خاني يونس دي معقل تواجد يحيى السنوار ومحمد السنوار ومحمد ضيف التلات اسماء دول للناس اللي مش متابعة هما القيادات الرئيسية لدى كتائب عز الدين القسام ويحيى السنوار هو رئيس حركة حماس في قطاع غزة منذ 2017 وهم بيصدروا ان هو المسؤول الرئيسي لديهم في عملية المواجهة اللي تمت يوم 7 اكتوبر يعني هما عندهم بعض الاسماء الرئيسية نذكرها ونقولها مجددا يحيى السنوار محمد السنوار محمد الضيف رئيس قائد عز الدين القسام اللي هي الجناح العسكري لحركة حماس بالاضافة الى مراوان عيسى النائب بتاعه برضو وهو اللي بيقول ان هو المخطط لعملية المستوطنات طيب في الصورة والمشهد العام وغسط الروايات الاسرائيلية والروايات الفلسطينية وطبعا بطبيعة الحال الرواية الامريكية في بعض الامور اللي ممكن ان احنا نقف عليها وحضراتك وتقيسوا منها المشهد وتشوفوا ايه اللي بيحصل على الارض اول حاجة الاسرائيلين بدوا يقولوا ان قيادات حماس او حركة حماس تحديدا اللي هما بيتكلموا في حوالين 30 ل40 الف مقاتل كانوا بيتدربوا قبل يوم 7 اكتوبر على حاجة شبه المستوطنات في قطاع غزة يعني نتذكر كده احنا يوم 6 اكتوبر 73 بقى كنا دايما بنقول ان المصريين بيتدربوا على حاجة اشبه بخط برليف في بعض المدن المجورة للقاهرة عشان لما يجيهم 6 اكتوبر يعملوا اللي هو العبور اللي تم في خط برليف ايضا الاسرائيلين دلوقتي بيستعيدوا نفس الرواية ونفس القصة بيقولوا ان حركة حماس كانت بتدرب على مستوطنة تشبه المستوطنات اللي في قطاع غزة يعني هما كانوا بيقيموا مستوطنة وبيقولوا ازاي هيقتحموها وهيدخلوا ازاي ونذكر الناس ان كان في احد المسلسلات الشهيرة وهي مسلسل قبضة الاحرار وزيع فيها الداخل الفلسطيني ما كانش يعني ليه شهرة كبيرة لكن كان ليه صدى عند يحق السنوار بالذات اللي هو رئيس حركة حماس واللي كرم كل ابطاله وقعد يشكر في هذا المسلسل كتير وقال لك ان المسلسل ده جزء من حركة تحرر كبيرة احنا بنعملها وبالفعل كتير من المشاهد اللي كانت في المسلسل قبضة الاحرار ده نفزت يوم 7 اكتوبر من كتاب حماس ايضا تم الكشف عن موضوع جدار اريحة وده كان من احد المسؤولين الاسرائيليين قال ان هو قدمه للحكومة الاسرائيلية وقال ان في كل التفاصيل اللي تمت يوم 7 اكتوبة وبرضو الاسرائيليين مدوش يعني زي ما بيقول اخوانا ان ممكن حركة حماس تعمل هذا المشهد او ان هي تطبق هذا الصياق سواء جدار اريحة او مسلسل قبضة الاحرار او العبور لمستوطنة قطاع غزة اللي هو المكت اللي هم كانوا بيعملوا عليه او الحاجة اللي هم كانوا من حماس بتعملها وبتنفذ عليها الاجراءات امام عين اسرائيل والاسرائيليين كانوا متغفلين رغم ان عندهم وحدات استخبارات على فكرة وعندهم مرأبة وعندهم كل الحاجات والتصورات لكن اكتشف هذا الادعاء الكبير ان هم مازالوا يعني مسيطرين ان يوم 7 اكتوبة 23 تبدأ عملية الانهيار الكبرى في اجهزة الاستخبارات الاسرائيلية وتبدأ بعدها عملية الانهيار الكبرى في قيم الانسانية التي يصدرها الامريكان خاصة وما يصدرونه من مؤسسات اممية ولدرجة ان المساسات الاممية بعد شوية من الحرب تبدأ ما تقدرش تمسك نفسها ما تقدرش تدعم الرواية الاسرائيلية وتبدأ تقول ان اللي بيحدث في قطاع غزة جريمة حرب وايبادة ليه وبعد شوية نبدأ ان خطاب الامريكي يتغير سواء لمستوى الرئيس الامريكا ومستوى بلينكين اوستون اللي هو زير الدفاع الامريكي واللي كان ليه تصريح شهير قالك ان الاسرائيليين هيدخلوا في هزيمة استراتيجية لو فضلوا يستكملوا هذا المنوال في ضرب المدنيين واللي خلق قضوا من مجلس الشوخ الامريكي يهجموا يقولوا ان انت ما نفعش تقول التصريحات دي في نفس الوقت يعني دوامة من القصص والروايات يحاول فيها الاسرائيليون تصدير روايتهم لكن كان من اهم الحاجات بالامس واللي ربما تكون شاهدة على هذا التصور اللي بيحدث فيه طلع التسريبات لنتنياهو مع اسر الرهائن اسر الرهائن بيهجموه بيقولوا ان ان انت مش عندكش معلومات معدلوقات كنا موجودين في بيوت ما كناش موجودين في انفاء وانتو اللي كنت بتضربونا ما كانتش بتوع حماس اللي بيضربونا وان نيحي الصنوار اللي وقعت حركة حماس ده اللي حضرتك قدامك صورته هو اللي بينفز شروطه وبينفز بنوده حتى الان وان هما لدرجة ان هما كانوا بيزعاؤوا مع دعوتها حرونوت اللي هي صحيفة اسرائيلية نشرت تسريبات دي بيزعاؤوا اللي نتنياهو وانتنياهو يرد عليهم يقول لهم هما مش عايزين واحدة من الناس بتقول له افرج عن السجنة بتوع الفلسطيني يعني افرج عن السجنة في رود العلوم يقول لهم ان هما مش عايزين سجنة بس لا ده هما عايزين اكبر من فكرة السجنة وهي التصدير الاساسي للرواية النيتنياهية دي هذا النيتنياهو هو المصدر لروايته اللي بحاول يضغط بيها وقال لك وفصل الكلام قال لك ان بايدن الرئيسي الامريكي بيساعدنا هو معانا وما تقلقوش وانا هرجع لكم الرهائن بالقوة وان حماس ما رحتش للحركة دي اللي فرج عن السبعة وتمانين واحد اللي فاتوا الا لما احنا ضغطنا عليهم بالنار يعني هو ده تصوراته انه لما ضغط عليهم بالنار بدأت حركة حماس تفرج عن الرهائن اللي بيهو اكتر من تمانين لكن هو لما كسر الهدنة بعد اليوم السابع اصبح ان دماء اصدق كبير ان فينا اصطلع من الاسر فاصبحت قوة ضغطة اضافة الى اسر الرهائن السابقين قوة ضغطة نية فاصال المقاومة لديهم رواية مخلفة ومغيرة اللي كان بيصدروا جيش الاحتلال الاسرائيلي وبيقولوا منهم الناس بتقول ان انتو اللي كنت بتضربونا احنا كنا موجودين في بيوت وانتو عايزين تضربونا كمان الخطة اللي انتو بدأت تتصور عندكم في احد الشركات الامنية الكبيرة على مستوى العالم قبلت نيتنياهو في اول الازمة واخنعته ان انت تجيب طلمبات مية طلمبات مية دي برضو هتفكرنا بالمصريين في 6 اكتوبر ان قال لك ان احنا نجيب طلمبات مية وناخد مية من البحر المتوسط ونغرق بها الانفاء فساعتها فاصال المقاومة تطلع ونبدأ نستهدفها مع ان الانفاء دي برضو المية ستة وتلاتين ولا المية واربعين رهينة او المحتجز بتوع الاسرائيليين موجودين بعض منهم في الانفاء فبالتالي هو بيضحي مرة اخرى بيئة الاسرائيليين وهو عشان كده واحدة من اسر رهائن وجهته بشكل مباشر قالت له انت عايزها سياسة انت مش بتدور على قصرنا انت مش بتدور على المحتجزين انت عايزها سياسة وانت شغال على سياسة ان انت تكمل وانت مش يعني مش حاطط في بالك ان المحتجزين بتوع ان دول هم جزء من معركتك وبالتالي انت تمارس وقالت له ان هذا يعني يعتبر هراء او يعني مصطاح اشبه بالاجتماع الشعب المصري اللي هو انت بتعمل حاجة مش فاهم حاجة انت مكمل في طريق ونكملها السياسة على حساب الدم الاسرائيلي هم بقولوا كده حساب الدم الاسرائيلي هنا بقى ما تكلموش في العشرين الف لان هم معنين قوي بيه اللي هم المتين وتلاتين متين واربعين واحد المحتجزين لدى فصائل المقاومة واللي احنا بنقول لحضراتكم ان نطلع منهم حوالي اكتر من اربعة وتمانين بعيدة عن الطيلاندين والاجانب اللي هم كانوا برا الصفقة ففضل منهم مية وستة وتراتين مية واربعين الاسرائيلي لحد الوقت ما عندهمش الرقم الحقيقي للعدد لكن احنا بنمشي في سياق الروايات الرسمية ماشية ما بين ستة وتلاتين لمية مية واربعين مية خمسة واربعين حماس عندها شوية جهاد الاسلامي عندها شوية في حركات صغيرة كده عندها شوية فخلينا برضو نرجع تاني للتسريبات اللي تمت واللي صدرت من نتنياهو والهجوم الشرس والكبير للغاية واللي الاسر المحتجزين وجهوا بين نتنياهو وهو كان معاه غلنت وقال له غلنت في وزير الدفاع غلنت ده وزير الدفاع الاسرائيلي قال له ان انت تتكلم في المؤتمرات لكن انت على الارض ما بتعملش حاجة مع هذه الصورة وهذا التصور كان فيه شرط من شروط الهدنة اللي فاتت قبل ما يتم نغضها ان الصليب الاحمر يزور المحتجزين هذا الشرط لم ينفذ في من الامور ودلوقتي نتنياهو بدأ يقول حاجة برضو الاسر رهين وحاجة مهمة حضراتكم تاخدوا بالكم منها قال لهم احنا عايزين نكمل في رواية ان هم كانوا بيغتصبوكو رواية ان انه كانوا بيعذبوكو هو اللي قال كده مش احنا اللي بنقول ولا بنقول حاجة لا دعوت حرونوت الاسرائيلية بيقول كده نتنياهو قال لهم عايزين نكمل في رواية ان هم كانوا بيغتصبوكو رواية ان هم بيعذبوكو لان في الزاكرة الشعبية نتنياهو عنده الملكة دي انه هو يخاطب العالم بالذات الغربي وانه هو يقول له حصل فينا وحصل فينا ودايما ده ارتباطا بيئة العقيدة السهينية تحديدا وهذا خارج السياق يعني لكن نرجع لأصل القصة انه بدأ يقول لهم لازم تكملوا في هذه الرواية رواية ان انتم كنت معذبين مختصبين وده اللي خلى واحدة من الاسرة وهي طلعة وهي بتقول لك انا رجعت من السابي السابي ده مصطلح لعلاقة بيئة السهينة او بالاسرائيليين ان هم دايما عندهم اعتقاد بالمظلومية الاكثر من اي حد في العالم فده بدأت المصطلحات حتى يصدروها في وسائل الاعلام الاسرائيلية انهم كانوا راجعين من السابي يعني بعد ما رجعوا من الاسر او من الراه او من الاحتجاز لده في صالة المقاومة بدأوا يصدروها هذه القصة بل ان احنا كنا مندخل حتى في تحليلاتنا ورصدنا لتعليقات المواطنين الاسرائيليين على في كافة المواقع الاسرائيلية دايما كلهم ماشيين في سكة ان دي حرب ووجود ان كل الفلسطينيين زي بعض مفيش حاسمها حماس مفيش حاسمها غيرها نتذكر الدبلوماسي الامريكي اللي طلع وقابل واحد مصري في الشارع واتقبض عليه قالوا ان الاربع تلاف طفل اللي تقاتى لدول مش كفاية احنا هنكمل تاني هو ده برضو عقيدة الاسرائيليين المواطنين العادين في نفس التصور واللي ظهر جدا من السوشال ميديا بتاعتهم وتعليقاتهم على الاخبار قالوا ان احنا في حرب وجود وده اللي قالوا نتنياهو في اجتماعه مع الاسر الراهين والمختجزين هذا الشخص اللي هو مستشار نتنياهو بقى طلع في مقابلة وقال لهم حاجة يعني برضو من جزء من اجزاء الاستثراف الاسرائيلي قال لك ان احنا ما تبصوش للاسرائيليين وهما بيموتوا الفلسطينيين لمرحلة الكمال يعني انتوا ما تقسوش معانا المعيار بتاعنا ان احنا مفروض نعمل افضل حاجة فعنا عشان كده سيئين لا انتوا مفروض تبصوا للجيوش الغربية التانية بتعمل ايه وقرنونا بيها ساعتها تكتشفوا ان احنا افضل يعني هنا بقى بيسحى بالقصة يعني بيتذكر يعني يذكر الناس من غير ما يقول شوف النيتو بيعمل ايه شوفوا الامريكان بيعملوا في العراق شوفوا بيعملوا ايه قبل كده في افغانستان شوفوا بيعملوا ايه هنا قرنونا بيهم ساعتها تكتشفوا ان المعادلة سهلة وان هما يعني كويسين افضل من غيرهم هذا الشخص بنفس اللسان وبنفس هذه العبارات قال كده على مقابل عسين ان قرنونا بجوش الغربية ما تقرناش بمرحلة الكمال قال حاجة تانية كمان مهمة ونستشف منها الوضع الميداني على الارض قالك ان احنا نخوض قطال مميت قطال مميت ده امر يعني والتعبير وتعبير ليه ان هذا الامر معناها ان هما رغم اعترافات الاسرائيليين ان هما مش يعني منتطرين وهذا الادعاء الكذب على الارض كل يوم الصور بتؤكد تدمير بقى مركافة تدمير النمر تدمير جرافات كل يوم فصائل المقاومة بتنشر هذا بتنشر صور وبتنشر فيديوهات وحضرتكوا اكيد بتتابعوها بتنشر الضربات اللي بتم في جيش الاحتلال الاسرائيلي واللي بيحاول يصدر ادعاءات مختلفة على انه بينتصر على انه مكمل في معركته ايو المعركة هو عنده بسط سيطرة يعني مصرحية شوية يعني هو اللي درجة انه بيستعيل بالبريطانيين مسلا يقول للبريطانيين يبعتوله طيارة والبريطانيين مع الامريكان يعني والاسرائيليين برضي يقول لهم احنا نبعت لكم سيارات هتراقب الدنيا يعني هما الاسرائيليين والامريكان كانوا محتاجين للبريطانيين لكن هو جزء من اجزاء الدعاية والجزء المسرحي اللي هما بينفزوه في ادعااتهم ضد الفلسطينيين كمان حاجة مهمة جدا احد المتحدثين بيسم الجيش الاسرائيلي كان طلعب لكده في مقابلة وقال لك ان لو كل واحد من فلسطين مات كل واحد من حماس مات اصاده اتنين فلسطينين ده حاجة لطيفة يعني تعدي ورجع تاني تراجع عنها الامر وقال لك لا انا معلش الكلام خني انا يعني مش اعمل كده عشان في دي مرحلة تستيف الورق هما بي دايما بيرجعوا نفسهم بيرجعوا شوية الورق عشان لما يحصل مرحلة محاكمات سواء على المستوى الداخلي او المستوى العالمي يبقى عندهم قدرة يقول لك لا احنا عملنا بلوكات احنا عملنا خرايط احنا عملنا هذه القصة برضو كان فيه تصريح مهم جدا لرئيس رئيس الشباك الشمبيت الاسرائيلي روني مبار وكان بقال لك ان احنا هنلاحق قيادات حماس في الداخل والخارج وطبعا ده نوع من انواع الادعاء برضو الكاذب الاخر من اجهزة التسخبارات الاسرائيلية وجزء برضو موجه في انتقاص السيادة من الدول الاخرى يعني لو قيادات حماس موجودة مثلا هو القطر وتركيا وبعض الدول الاخرى لو عملية استهداف لهم في قطر في تركيا فده نوع من انواع الموجهة لاجهزة استخدارات في الدول هذه الدول او الدول المناظرة ونوع برضو من انواع استهداف السيادة الوطنية لهذه الدول وده اللي ربما يفتح الباب امام التفكير فيما يفعله الاحتلال الاسرائيلي سواء هو بيعمل عمليات على الارض وبيعمل عملات ابادة ومجازب او ان هو كمان عايز يرجع عقدته الامنية وان هو يعني يما هنا يما نجزم بيقوله يعني بالشكل الشعبي جدا يما هنا يما نجزم فكمان ان هدخل الدول وهموت بتوعه حماس هأتب بتوعه حماس هختال بتوعه حماس وده هو كل ده الوقتي امور نظرية يعني هو بيتصور ان هو ممكن يعمل ده وان هو ممكن يتحرك في هذا السياق طيب مع المعركة برضو وحد ده من الاصرة والرهائن في هزرة لمع الشهير واللي سر بقوله اخباره على وسائل العلم الاسرائيلية ان بيسألهم يعني مين المتحكم في المشهد تردد او السنوار السنوار ده هو اللي متحكم في المشهد في قطاع غزة بنتينهم برح طلع وقال لك تعليق برضو من تعليقات للأصراف الاسرائيلية المتكررة قال لك ان احنا محاصرين بيت السنوار في خان يونس هذا طبعا يعني بالمنطق كده بمنطق يعني فيلم اللي هتراجع على استسلام ان هو يعني ممكن يكون موجود في بيته وان الفكرة من كتر ما هي يعني مقررة ممكن تلاقي موجود في بيته وطبعا ده تصور جير منطقي وغريب انه اكيد مش موجود في منزله اللي نتينيوها بيقولك ان احنا موجودين فيه بل ان هو ان فاحدة من الاسرة او الرهائن اللي افرج عنهم في بداية الازمة قال لك ان احنا شفنا السنوار وده خلينا بيت عندنا في الانفاء وقال لهم اتطمنوا ما تقلقوش احنا معاكو او احنا يعني هنخلي بنا منكو وان احنا يعني ما تقلقوش على حياتكو وده قالت واحدة من قسر او المحتجزين لدى افصال المقاومة قبل ما تخرج قبل بعد كده وتشرح الكلام ده لالعلام الاسرائيلي واللي هم بدوا حتى يحجموا هذه الرواية وقال لك لا ان هم عايزين يشيروا ان احنا السنوار مش موجود في الشمال بدوا يقتلوا الرواية دي يحجموها يقول لك لا هو مش موجود في الشمال لا هو موجود في الجنوب في خان يونس عشان تبدأ المعاركة بتاعتهم ممتدة ويفضلوا مكملين في قصة الضرب لخان يونس ورفع والقطاع الصحي والحاجات اللي هم مكملين فيها دلوقتي على الخريطة طيب نرجع تاني اخر حاجة معنا للخريطة الضرب مبارح هو ضرب مساحي مع ضرب نوع مساحي يعني بيضرب مدفعية كبيرة والامريكان طول الوقت فتحين جسر القنابل وجسر الصاريخ واستعادة القبة الحديدية بيضربوا برضو فيها الشمال مع زيادة الامر في جهة خان يونس فيها الجنوب ورفع رفع دي يعني يعتبر على آخر الحدود الفلسطينية هنا الضرب بيتم بشكل طبعا كل يوم الاسرائيليين بيعترفوا ان فيه ظابط يتقتل آآ آآ تلاتة عسكري اتنين تلاتة فمقابل ان فصال المقاومة بتنشر فيديوهات بتلاقي ان المركابة بتاعتهم دي آآ بتتدمر مرة واحدة وتنفجر مرة واحدة ده بي ليه بتتدمر يعني هو عليه الصاروخ اللي ضربها ده هو اللي ضمرها لا جزء من الضرب بيتم ضرب في نقط معينة تخلي الدبابة تنفجر باللي فيها يعني الحاجة اللي جواها هي اللي بتخليها تولع فتبدأ تبدأ تشوف عملية اللي انك تالحضيرك بتشوفها النار مسكة في الدبابة دي يعني مش الضربة هي جزء من الضرب ممكن يكون معطل لكن جزء آخر من الضرب هو بيدخل ويخترق الدبابة فيقدر يفجر الحاجات اللي فيها الأسلحة اللي فيها أو الزخائر اللي فيها فساعتها الدبابة كلها تولع والإسرائيلين كل يوم بيعترفوا عن ضرب أو واحد أو اثنين منهم زباط أو رقب جنود لكن الأعداد طبقا للأرض يعني احنا دايما بنفتح حركاتهم والفرقة 98 والجعفاتي والحاجات بتاعتهم دي كلها كل يوم فيها تناقص كبير بالضافة لأن السوشال ميديا كاشفها كمان أن كثير من العزاءات وكثير من الجنازات بتنشر على السوشال ميديا لإسرائيليين وبالتالي بتكشف أن الأرقام اللي بيعلينها الجيش الاحتلال الإسرائيلي مغيرة تماما لما يتم على الأرض ووضع الميداني وبحاول طول الوقت أن هو يطمئن جنوده عشان كده غالة تنزل لبعض الألوية وقال لهم خلوا لكم الشمال ده اللي هو قصده يعني جنوب لبنان اللي هو ناحية حزب الله الشمال ده احنا الوقت مؤمنينه يعني محافظين عليه لكن مشكلتنا كلها فيها الجنود تبقى هذه الأزمة يعني مستمرة وتبقى عملية الضربة مستمرة وتبقى فكرة الانتصار سواء الفلسطينيين كشعب فلسطين أو فصال المقاومة ما زالت حتى الآن يعني قادرة على المواجهة وقادرة على أن هي تعمل عملية نوعية بتخد الجيش الاحتلالي الإسرائيلي اللي كتير من التقاريب بتكلم عن أن بعض منهم مش بيرضى يجي الاستدعى بتاعه وبعض منهم بيحاول يهرب وبعض منهم بيترك معداته وكل دي أشواء على الأرض بتؤكد حتى الآن أن المشهد لم يكن بشكل الادعائي أو الشكل النظري أو الشكل السياسي والإعلامي اللي بيحاول يصدره قوات الاحتلال الإسرائيلي واللي هو بنفسه بلسان مستشار نيتنياهو قال لك نخوض قتال مميت رغم التهوين من بعض قيادات الحكومة الإسرائيلية أو حكومة الحرب الإسرائيلية لهم الثلاثة غنتس وغلنت ونيتنياهو واللي بدأت عمليات ربما شق الصف اللي احنا كنا نتكلمنا عنها فيها عبل كده ربما تنبي الأيام اللي تنبي الأيام الجاية إن ربما يحدث شق فيها الصف ما بينهم همهما التلاتة ويبدأوا بيه التضحية بنيتنياهو الذي يخضع له محاكمات فساد في الداخل الإسرائيلي كانت تتوقفت قبل يوم 7 أكتوبر مع الأزمة ورجعت تاني ويرجعها تاني في المحاكم فأظن إن ممكن تكون التضحية بنيتنياهو أقرب من ما نظن وبعدها يتولى سواء غنتس أو الناس الأخرى اللي بيحاولوا يسعوا لإكتساب تعاطف الإسرائيليين على حساب الدماء الفلسطينيين نشكر حضراتكم جدا ودايما متواصلين في يعني أو تحليل وقراءة كل ما هو جديد في تطورات المشهد في قطاع غزة ونتمنى يعني نكون قدمنا معلومة محترمة وفيها يعني حاجة جديدة تقدر حاكم تستفيدوا منها شكرا جزيلا